موسيقى موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم ملفوف ديال الدجاج معمر بالكفتة والقبدة والقنيصات هذه هي الوصفة اليوم سوف نرافقوه بصلصة سوف ندروها بالسبانخ والكريمة تابعوا معي سوف ندرو ملفوف ديال الدجاج سوف نأخذ ديال الدجاجة ديال الدجاجة ديال الدجاجة تبقى الجلدة صحيحة نحلوها نحلو الجهة اللفخاد ونزولوا العظيمات كيف تشوفوا معي تجيب حالها في حال شي هيدورة أو شي زربية مسرحة نجيبوا لي هذا العمارة ننزلها فيها ونلفوها ونزلها من بعد نكتب بالبخار بالنسبة المقادير اللي سوف نوضفه في تحضير الدجاج سوف ندرو تتبيلة في الأول سوف يكون فيها سوس سوجة ثومة زعتر وسكينجبير نأخذ هذه المقادير من الأحسن نطلوه من الدجاجة ونخلوها في تلاجة نشربه حتى ساعتين أو ثلاثة من بعد نأخذ الكبدة للدجاج نشربه بخكات بخكات صغر كي يكون مخلطة فيهم الكبدة مع القنصة والقلوبة نجيبوا الكبدة نجيبها صحيحة حكينا القوزة سوف ندروها تشحر مع شوية المصلة ورقة السيدناموسة وشوية الزيت نجيبها تشحر حتى يمشي منها الدم ننزلها ننزلها على جنب بالنسبة للقنصة والقلب نأخذهم ننفح الكاثرونة مع شوية الخل نقوم بخل نقوم بضريس ثومة ورقة السيدناموسة وشوية السعتر ونجيبهم يتسلقون منهم كي يتسلقون ونطحنوهم بحلقة دغة حتى يربح الوقت لأنه لا يبقى لنا الوقت يعني الوصفة شوية طويلة نطحنو هذا القلب والقنصة بسلقين ننفح الخل ثومة ورقة السيدناموسة وشوية الزيترة نقوم بقيم الزيترة ثومة وضعنانا لسوسوجا ودعنا معها سكين جبير غبرة يمكنكم أن تكتبوا تعودوا به سكين جبير غبرة نطحنو ثومة ورقة الغذائية اللي ستنفق ونضهنو جهة كل هذه الهبرة كانت أحسن نضيفها في تلاجة أولا نضيفها بالليل أو نصيبها بالنسبة للحشوة، قمت بحسب الكمية للتجاج التي نستعملها قمت بصلا مشحرة القنصة والقلب سلقنا وطحنا الكفتة للتجاج نزيد عليهم القوزة لأنها تعطي طيبة نضيف الملحة البزار سكينجبير والزبدة نضيف هذه الخليطة جيدة حتى يتخلط الكفتة مع القنصة والقلب والمقادير الأخرى نضيفها هذه الحشوة نضيفها في فوق أعجبوني كثيرا تحضروني قلقة هذه الخليطة كانت تحضروني ونفضل بلقد أن أحضر لأنها تبعز في التجاج نضيفها في الدار يتطلب المكونات نحن نعرف ما يحصلين فيها ونعطي الحجر من المكونات ونضيفها وضيفها ونضيفها ونضيفها أخذ الكبيدة التي طيبت تلبصلة مع سيدنا موسى و قوزة لا تنسوا شيء نملحها أخذها و نصفوها و نزينو بها العمارة تلفو قطعة التجاج تلفوها على نفسها لكي نحصل على ملفوف نستعمل بطبيعة الحال البلاستيك الغذائي لكي نجمعها من جناب لكي تزير و تبقى قبطة شكلها و المنظر نغلب البلاستيك الغذائي بورقة الألومنيوم نجيب الكسكاس و نزل فيه الملفوف و نفوره بالبخار يأخذ لنا تقريبا 1 ساعة أو ربحت الساعة بعدما يطيب طبيعة الحال نحييض له الغذائي الذي كنا نغطيه به و يمكن أن ندوزه في الفران يتحمر بطبيعة الألوم و يوجد كثير من الفران أو بطبيعة و تجمع المقلاء و يجب أن تقريبا و أن ترافقه نحيي نضيف زبدة و نغطيها لكي نجمع فرن و نجمع البصلة المشحرة و نجمع البصلة المشحرة لتعديد أن تقريبا نجمع البصلة المشحرة و ثم لتقريبا خلال هذه الأثناء كنت نشحر في المقلة لزيبيناغ حتى طاحو نمرق البصلة بالمراق الدجاج ونجعله يغلوه عود حتى تبلينا الصلصة بدأت تختر نضيف عليها لزيبيناغ مشحرين ونضيف عليها نسكس ديال الكريم نجعل الكل يغلق من عفية مهيلة نضوق المرقة ونرى ماذا خاصة الملحة أولى احضر مجدداً نضيف عليها لزيبيناغ نقطعه على شكل شرائح أو لدوائر يجي لديد من اسمه الطيبة دياله رائعين وكان رفقوه بالسلسة ديال تليزيبينغ اللي وجدنا بالمراق ديال تشاج شاهية طيبة مشاهدينا بطلقوا إن شاء الله في حلقة جديدة وصفة أخرى إلى اللقاء